كل سنة وكل أم بخير يا رب هو ده النادي الأهلي في نسخته لبيض وسود ونسخته الألوان من 111-112 سنة مجموعة من طلبة المدارس العليا أنا ليه بقول لكم الربط موجود والحدث النهاردة يوم 21 مارس موجود وبقوة لأنه لما الأهلي نشأ في 1907 بداية هذا القرن كانت القضية الأساسية اللي مصر بتحارب علشانها وبتنضل علشانها وبتتكتل وراها الاستقلال الاستقلال من مستعمر بريطاني الحصول على الحرية الحصول على حق تقرير المصير وبالتالي حتى لما كان في مؤتمر للصلح منعاقد في لندن اتحدت قوى الشعب انه يسافر وفد من مصر برئاسة سعد الزغلول عشان يعرض على المجتمعين في لندن طلب الأمة المصرية بالرغبة في الاستقلال عشان كده المطالبة بسفر الوفد نشأ منها حزب الوفد وتبلورت من وقتها فكرة حزب الوفد لكن طلعت هذا التكوين الوطني رجال النادي الاهلي اللي هم نادي طلبة او نادي طلبة خريج المدرس العليا لما اسسوا في القاهرة في نفس المنطقة تقريبا نادي خريج الطلبة او طلبة المدرس العليا 1906 اجتمعوا 1905 انشأوا ابريل 1906 اللافتة باشمونس انه نفس الطلبة عمر بيك لطفي وصحبه وكانوا دول تلاميذ الزعيم الوطني الكبير مصطفى كامل اللي كان رحل قبلها بفترة قصيرة في هذه الفترة بدأ تنسيس نادي طلبة المدرس العليا بس لما كانت الفكرة قصرة في اول سنة انه هم طلبة بس قالك طب ما الطلبة دول المسير هم هيتخرجوا لما نتخرج نروح فيهن نعملهم نادي وكانوا علشان تشوفوا حتى الفكرة حطين في وسطهم ميتشل انس وكيل وزارة المالية وده راجل انجليزي هم اصحابه وفي نفس الوقت لضمان جدية التأسيس وتسهيل عمليات الترخيص وتخصيص الارض لكن كان اللافت انه كلهم نخبة وطنية متعلمة تبلورت من الفكرة بتاعة نادي طلبة المدارس الى نشأة النادي الاهلي يعملوا نادي في المكان ده فنشأ النادي الاهلي ترأس جمعية العمومية في اول انعقاد لها الزعيم الوطني سعد زغلول شوفوا جزور النشأ ولو دورتوا هتلاقوا المساهمين لان النادي الاهلي نشأ كشركة مساهمة قيمة الساهم فيها كان خمسة جنيه واحد من كبار المساهمين كانوا طلعت حرب طلعت حرب باني الاقتصاد المصري صاحب بنك مصر وصاحب كل الشركات الوطنية وهو بنك مصر سلي في النادي الاهلي 1500 جنيه بالضبط فبصوا طبيعة النشأة اذا الاهلي خلف القضية الوطنية الاساسية وقتها وهي المطالبة بالاستقلال زملاء عمر بيق لطفي اصدقاء سعد زغلول وايضا ورسة حركة مصطفى كامل النضالية كلهم خلف قضية الوطن انا هقول لكم لما كنا بنتكلم وبنتخانق هنا بنتخانق على فكرة مبادئ الاهلي وتقاليد الاهلي ما كانتش جاي من فراغ لان قلنا لكم من البداية خالص ما لكم اكتاب معني بالحفاظ على هوية النادي الاهلي شخصية النادي الاهلي ثوابة النادي الاهلي تقاليد النادي الاهلي نتمنى ان احنا ننجح في ده نتمنى لكنه لما كنا بنقول ده ما كناش بنتكلم من فوق السطح كنا بنتكلم بالرؤية الى الجزور لانه دي طبيعة الناشقة بعد عشر سنين او اتناشر سنة من ناشقة النادي هو المبدأ الاول انكار الزاد لما هتسمعوا اي مجلس ادارة في النادي الاهلي ينسب كل حاجة لنفسه ويلغي اللي قابله يبقى خطر يبقى فيه خطر يبقى هي مش النادي الاهلي يبقى دي حتة مش صح انكار الزاد مبدأ اساسي في النادي الاهلي من بديته ما فيش انا ايوه فيش انا مجلس الادارة يتم منقشة الامور يا استاذ ابراهيم فيه ناس بتوافق وناس بتعترض وناس بتجادل وفي الاخر بتاخد قرار ما بيكتابش مين اللي وافق مين اللي اعترض لان البرتوكول التقوص بتاعت النادي الاهلي العقيدة بتاعت النادي الاهلي ان الذي تبنى موقفا مخالفا لقرار الاغلبية ينبغى نكون اول المدافعين عن هذا القرار ما حدش اعرف مين اعترض ايوه وكان فيه لحظة معينة في مجلس معين كان فيه حد مصر انه يسجل اعتراضه باستمرار فكان يتم التصويت تقريبا جلسة او جلسة لا على هذا الموضوع ويرفض هذا الامر طيب رجل الاهلي العظيم عمر بكرطفي صح بالفكرة اللي انتو حضراتكم شفته صورته هو كل واحد بيحب النادي الاهلي وفخور بالنادي الاهلي يدعو بالرحمة لهذا الرجل ده صاحب الفكرة بصوا بقى انكار الزيت انكار الزيت انه اولا ما ترقاتش النادي بصوا صاحب الفكرة ما هنويلش برئيس ما جريش يسجل نفسه اول واحد وبعد ما يتوفى والشباب مجتمعين على القضايا الوطنية يكون واحد من رؤساء النادي الاهلي التاليين عبدالخالق باشا سروت احد اقتاب الحركة الوطنية في حينه فيترأس الجمعية العمومية في 1919 بصوا انكار الزيت والانصاف ازاي ينصف واحد توفى مش حد هيسرق مجهود حد مش حد هينصف كل حاجة لنفسه مش حد ما صدق انه افلان مات ويقدر يقول اللي يقوله ما خلاص مات بصوا عظمة مبادئ النادي الالف وكذرها شوفوا النابت الاول كان عامل ازاي يقول عبدالخالق باشا سروت وهو يترأس الجمعية العمومية للنادي في جلستها اللي انعقدت 6 فبراير 1919 والرائع جدا في النادي الاهلي التوسيق اللي المهندس عادل اشار اليه كل حاجة حصلت في النادي مستنداتها موجودة مستنداتها موجودة وبخط اليد وسائق مجلس الادارة جلسات مجلس الادارة محاضر الاجتماعات تفصيلها موجودة بخط اليد وده قيمة العمل المؤسسي اللي تبنى صح ألاقي في هذه الجمعية اللي عقدت في 6 فبراير 1919 رئيس اللجنة العلي عبدالخالق سروت باشا يتحدث للجمعية العمومية يوميا عمر لطفي مات فيقول عبدالخالق سروت ان اول ما ينطق لساني به في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي ذلك لأنه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكرة في تأسيسه شوف حقه يجيله امتى بعد المطاف وحق موثق ومكتوب حاش يادر زي في التاريخ بقى فكر عمر لطفي بيك في احوال طلبة المدارس العليا اتكلموا او اقف معايا عند الاهتمام بالشباب دور النادي في بدايته الشباب في احوال طلبة المدارس العليا وكيفية تمضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خريجيها بعضهم ببعض فرأى ان بعضا من الطلبة يقضون اوقاتهم في المحل العموية ليس لهم من انواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وان البعض الاخر هو من يرى الترف عن ذلك يعتكف في منزله وان الطلبة بمجرد اتمام دراساتهم واشتغالهم بامور معاشهم اذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم اسباب الالفة واصبحوا اغرابا بعضهم عن بعض شكأ الي تلك الحال عبدالخلق سرود بيقول عمر بيكلوت في اهل لانا صعبان عليها حال الطلبة كشباب وما يترتب عليها من المضار الادبية والمادية وقال انه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة يكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يخضون فيه اوقات فراغهم ويتمرنون فيه على الالعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة ان يكونوا خارجا عن القاهرة وسطة في الاجتماع باخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرص العودة اليها دي كلمة عبدالخلق سرود وهو بيأكد على دور عمر لطفي واهتمامه في انشاء النادي الاهلي وانه فلسفته الاساسية خدمة شباب الوطن خدمة الشباب وازاي يقدر يجمعهم لخدمة مصر كانت واحدة من اهم دعائم نشأة النادي الاهلي اللي قاموا بدور مهم جدا في ثورة 19 اللي مصر بتحتفل بيها الآن بمئة سنة على اندلاحها كواحدة من اهم الثورات الشعبية في تاريخ مصر طب اذا كانت مصر في القرن الماضي في بدايته قضية الاستقلال هي القضية الام هي القضية المحور هي اللي التفت حولها كل الجهود